لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي أولادي وبناتي تلميذ وتلميذات الصف الثاني الابتدائي النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد وهنتناول فيه الفيديو نمبر ثري أرقم ثلاثة وهنتكلم عن الجزء الثالث في الكتاب بتاعنا وهنتناول الصفحات بيج 8 لغاية بيج 11 طبعا أنتم عارفين 8 يعني كام 8 برافو عليكم وعندنا 11 يعني 11 يعني الكتاب بتاعنا اللي هنستلمه من الوزارة الدرس اللي عندنا النهاردة في هذا الفيديو يتناول صفحات 8 9 10 11 أربع صفحات خلي بالكم معنا أعزائي حبيبي الشطار كلكم حلوين وكويسين إي رأيكم في الفيديو اللي فات إن شاء الله تكونوا عملته الواجب أوعوا تكونوا نسيتوا الواجب اللي في الكراسة اللي طلبنا منكم أوكي very good thank you so much النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة اسمها إيه فانيكس طبعا أنتو خدتوها في السنة أولى في الفيديوهات بتاعتنا كلمة فانيكس أحد يفكرني بكلمة فانيكس فانيكس يعني صوتيات يعني نتكلم عن أصوات بعض الحروف وملاحظين كلمة فانيكس هنا فاكرين لما قلنا فانيكس حرف الف يتكون من الحرف P and H P and H فانيكس شايفين الكلمة دي فانيكس يعني صوتيات النهاردة عندنا صوتين هنشوف الصوتين دولا بيتنطقوا إزاي وهنشوفهم في خلال الكلمات اللي موجودة إيه معنا وعايزكم تركزوا كويس وزي ما أقول لكم listen and repeat يجبوا تكرروا معايا زي ما بكرر أوكي الصوت الأولاني عندنا إيه R R والصوت الثاني Or نكررهم الثاني ده يعني فيه الحرف A and R والحرف ده O and R طب ننطق كده الصوت ده ايه R R Or Or ايه رأيكم حلوين خالص وسهلين جدا أوكي يلا عزين نخلي بالنا مع بعض ونشوف الكلمات اللي فيها الصوتين R والصوت الثاني Or تعالوا نشوفوا أول كلمة اللي هي نجمة زي ما اتوا شايفينها فيها أخدناها قبل كده اللي هي كلمة إيه ها؟ من قولي Star R شايفين الصوت؟ ايه R أهو؟ Star يلا كرروا معايا Star Star وعندنا الحديقة اللي احنا أخدناها قبل كده اسمها ايه؟ Park 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 آه وبعد كده عندنا الرسم اسمها Art Art شايفين الصوت بيتكرر ازاي؟ Are 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 Good تعالوا نشوفوا كلمة التانية يلا مواعب ها؟ مين يقولني ها؟ J Jar Jar Good طبعا عربية مش أقولها ها؟ مين يقول برافو عليك يلا يا نور ها؟ Car Car Good عبد الرحمن جهز يقول ها؟ مزرعة Farm Farm ها؟ بعد كده عندنا يسين يلا ها؟ حديقة المنزل بنقول عليها ايه؟ Garden Garden شايفين الصوت اللي هو ايه؟ ايه؟ بنتاو ايه؟ Are يلا أقوله معاك Are Are تعالوا نقوله في الكلمات التانية ها؟ Star Park Art Jar Car Farm Garden برافو عليكم تعالوا نقول الكلمات كده بشكل طبيعي ها؟ يلا كده Star Park Art Jar Car Farm Garden Very good Very good يجب بداي الصوت الاولان اللي هو ايه؟ Are طيب تعالوا نشوفوا الصوت التاني اللي هو Or Or تعالوا نشوفوا الكلمات اللي ايه جاية دي Corn Corn أول حاجة كده وبعدين Or وبعدين ن Corn Corn اللي هي الزرة اللي بنشويها حصان Horse Horse Very good ها؟ رياضة Sport 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 Good أربعين ها؟ Forty Forty شايفين الصوت؟ Or Or يلا نشوف قصة Story Story Good ها يلا يا أنس كرر معانا انتوا سيف ها؟ شو اتفاقنا الـ S-H يتنتوا ايه؟ شين ها؟ Shorts Shorts Good ها؟ الصباح الجميل اسمه ايه؟ Morning Morning يكبال صوت بتاعنا Or Or يلا نقوله تاني كده؟ Corn Horse Sport Forty Story Shorts Morning Very good يلا نقول الكلمات كده بشكل طبيعي كده جميل يلا مع بعض نكرر Corn Horse Sport Forty Story Shorts Morning Very good Thank you so much الشيكبه في الصفحة دي تكلمنا عن صوتين جمال خالص اللي هما A-R وبنضعوا A-R والصوت التاني O-R وبنضعوا A-R وشوفنا مجموعة كلمات حلوة تحتوي على هذين الصوتين بعد كده في vocabulary كم كلمة كده ناخدهم يلا مع بعض زراعة خدناها قبل كده ميني فكرني يلا يا عمر يلا أنا سوسيف اسمها Arm الله ده فيها الصوت ده صحيح؟ آه فيها الصوت Arm Arm كد قمامة Trash Trash لا دي ما فيها الصوت من الأصوات اللي احنا اخدناها Parent Parent آه فيها ايه آرة هو بس ما بيضناها شوف ايه نفس الصوت ده اللي هنطئ تاني Parent Parent Play Play يلا نكرر تاني Arm Arm Trash Trash Parent Parent Play 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 Very good Thank you so much for your repetition Excellent Well done شكرا All the girls All the boys Are good Thank you يلا نشوف الصفحة اللي بعديها يلا بينا نشوف الصفحة اللي بعديها Mister Okay Very good هناخد تمرين حلو Activity سهل خالص Activity يعني نشاط كل ده احنا بنتكلم لسه عن الوحدة اللي ايه Number seven Unit seven اللي هي عنوانها ايه Into the countryside احنا لسه في الريف اوكي بيزي بي طلبة منينا في الصفحة دي حكتين Number one And number two بتقول ليه في number one Match ها ميني فكرني ها Match ياسين رؤى Match Match يعني ايه Bravo عليكم يعني وصل بس مش هنوصل بالألم الرصاص لا هنكتب الأرقام عندي كم كلمة هنا ها ميني يقول لي أول كلمة ها 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 ال H نتضع ايه ها وبعدين or الصوت اللي خدنا دلوقتي horse horse يعني ايه horse ها ميني يقول لي حصان برافو يلا يوقع نكتب number one قدام مين حصان اهو number one جاية اهي اهي برافو number one number two ها art art اللي هي حصة اللي ايه الرسم او الرسم نفسه art فينه number two تعالي ها number two very good بعد كده ها ميني يقول لي ك ك ك ك corn corn very good كورن اللي هو ايه برافو عليكم اللي هي بين عليكم جانين ها فعلا نضر corn good thank you number four is park 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 اللي هو ايه المنتزه او الجنين او تعالي رغم كلا مع بعض يلا ميني قول لي دي number one برافو علي كامدرحمن horse good number two برافو yes art سيف برافو علي يلا انس number three كورن very good يلا علي علي yes park very good thank you park yeah let's go to number two بزي بي بتقول لي look انظر and circle the right picture هنقرق كلمة هنا ونشوف فين الصورة المعبرة عن هذه الكالبة ونحط حوالينا الصورة ايه يا ولاد يا بنات circle good circle circle يعني ايه very good circle يعني داية اوكي مين يرى كلمة دي يلا يا مه يلا يا نور very good sport thank you sport يلا شعروا لي على sport فين في الصورة عندنا ثلاث صورة هم فين sport good thank you day is sport اللي هي الرياضات good number two shorts shorts اتفقنا ال-sh ما بعض يعمل يعملوا حرف الشين good show وعندينا بعد كده or shorts shorts فين الشورت سيف دولة مين الشعور اللي علي very good that is short number three دا رقم اول صوت four 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 forty forty good forty فين forty good forty اما دي من يقول لي thirty ودي fifty excellent well done well done برافو عليكم اما دي هي forty بعد كنا number four جار جار ج ج وبعدين ر جار اللي هو اي جار برافو اللي هو البرطمان good بعندي كلمة sport number two shorts number three forty number four جار thank you so much well done احسنتم يا اولاد احسنتم يا بناد very good very good boys very good girls رح صفحة اللي معني okay let's go very good السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اها بيزيني بي number three بتطلب مني حاجة تانية بتقول لي ايه supply the missing letter خلي بالكم من العنوان supply the missing letter يعني بتقول لي اكمل الحروف اللي ايه نائصة كايبيني مجموعة كلمات اهي مجموعة صور كل صورة تحتيها كلمة والمطلوب مني انا ايه احط الحرف في النائص هميني فكرني دي ايه دي قصة اسمها ايه قصة مين اقول story very good story نقص حرف ايه very good نقص حرف او تعال يا او اهو story story قصة طيب مزرعة اسمها ايه مين فاكر اه good farm ايه فا الاضي farm very good حرف الاي اهو farm good صباح الجميل ده اسمه ايه morning mor حرف الار very good morning morning good الحصان ده الحصان العربي الاصيل ده اسمه ايه horse bravo very good thank you عبد الرحمن اس horse good الزبالة دي الوحشة اسمه ايه trash حرف عبارة عن حرفين ايه و ايه يلا ياسيف ياسين bravo عليكم s h good يكبر نقصة حرف تعال يا اس bravo thank you بعد كده برطمان اسمه ايه jar a jar حرف good a thank you jar thank you انس thank you عمر number 40 40 4 4 4 5 شو بقك عامل شكله زي مدور 4 بعد ال f بعد ما تخلص تقول ال f 4 يبحر فيه طبعا تعالا اهو 40 good thank you رياضات اسمه ايه sp very good انا سامح حدي بقول p مين اللي بقول يلا يا علي محمود و احمد اسمه bravo sport thank you very good يلا تعال نقولهم كده مع بعض يلا نكرر story farm morning horse trash jar 40 sport very good and thank you so much تستاهلوا ايه عشر العشر اوكي number four circle and right خلي بالكم من الكلمات circle يعني حط دايرة and و write و اكتب عندي مجموعة صور اهي و كل صورة نقص ايه حرفين اللي هم من الاصوات اللي خدناهم في اول ايه الفيديو يا اما اار يا اور اار يا اور اندي كام صورة one two three four five six ستة صور جهزين اوكي let's get it started يلا نبدأ حسان اسمه ايه يلا عبد الرحمن يلا ينسمى يلا نعسنين النهار دا انتو horse horse يقبع اعزة اار ولا اور انا بقول ايه هو برافو يقبع اعزة اور يلا نكتبها يلا نكتبهم تعالوا هم جايين الحرفين مع بعضهم هم الله horse horse good number two هم اربعين اسمها ايه forty forty يقبع اعزة ايه هم شورول عليها دي والا دي برافو 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 عزة او تعال نكتب الحرفين دولا نكتبهم تحت تعالوا مع بعض forty very good تعالوا نشوفوا look at picture three نبص على picture three صورة الثالثة ها garden garden يا ترى اي ار ولا او ار برافو اي ار تعال نكتبهم يالله نكتبهم garden شكلهم حلو هم مجايين اوكي let's go to number four picture number four مزرع فا فارم فارم يقبع اي ار تعال نكتبهم يقبع ايه فارم الله شكلهم حل number five number five مين هانغري هانغري يعني ايه يعني جعان انا مش هانغري اللي هانغري يأكل كورن 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 يعني زرة كورن يقبع ايزة ايه برافو تعال نكتبهم كورن thank you number six عربية كور كور بول كور ولا كار كار يوبدي صح اه صح اوه عكدا برافو تعال نكتبهم تحت كار thank you so much برافو عليكم يا اولاد برافو عليكم يا بنات well done you are very good today let's move to the next page يلا روح للصفحة اللي بعضية okay very good thank you هنا بيقول لي ايه برضو احنا شغالين unit seven into the countryside في الريف read and order الله خلي بالكم الحتة دي read هنا في number five في التمارين number five exercise number five هنا بتقول لي بيزي بي read يعني اقرأ and order order يعني ايه رتب يعني جايبالي كلمات متل اخبطة وعايزين نرتبها الكلمات المخبطة دي ما بتدينيش معنى يجب المفروض ارتب الكلمات دي عشان تديني معنى طب تعالوا نقرق كلمات كده this park a beautiful is a بعدين نقطة يجبقى هنعدهم كده one two three four five six طب هنبدأ بايه يا ميستر نبدأ باللي ايه هتطلت تحتها خطة هي اللي ايه كلمة this this ها مين يحاول كده يلا يا عمر يلا يا انس ها يلا يا نور نحاول نرتب الجملة دي الجملة دي هتوكبقى ايه this is a beautiful park تعالوا نشوفها كده اه 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 this is a beautiful park يعني هذا يكون منتزه او حديقة جميلة وخلي بالكم احنا بنجيب الصفة قبل الموصوف يعني beautiful دي الجميل ومين الجميل park يجب نجيب كلمة جميل الاول وبعدين نجيب كلمة park but this is a beautiful park ودي النقطة لو عدناهم هنلاقيهم على عدد a number one تعالوا شوفوا number two بتقول ايه is a there farm in the horse فالسطوب يجب ايه جملة يجب ايه there فاكرين لما قلتلكم يوجد اسمها ايه يوجد فاكرين ولا نسيته في الفيديو السابق there is اه يجب اول كلمتين هنبدأ بيهم اللي هما كلمة there is يعني يوجد يوجد ايه يوجد مزرعة في الحصان ولا حصان في المزرعة طبعا حصان في المزرعة لابنقول there is a horse يوجد حصان فين in في the farm المزرعة تعالوا شوفوا كده اوكي اهي there is a horse in the farm يوجد يوجد حصان في المزرعة كلمة the يعني the farm very good let's go to number three i i i sport play the in park بعد النقطة هي اوكي ديقة تعالوا شوفوا كده يالله نشوفوا اهي i play sport in the park فلو سطوب نقطة i play sport in the park كميل خالص طيب تعالوا نشوفوا كده there بعدين flowers are in garden the فلو سطوب يقبع عايزين نقول مدام there عايزة هنا شوفتوا there هنا خالت is وهنا there يعايزة is are طب في is ولا are هنا اهي اهي are there are يوجد طبعا دي يوجد للجامعة فاكرين لما قلنا there is لم يكن مفرد زي ما تكلمنا عن فوق عن المنتزة هنا بنقول there are يوجد فعايزة حاجة جامعة وراه ايه هي الجامعة flowers منتهية بإسه flowers يقبع there are flowers يعني يوجد ورد فين in في the garden في حديقة المنزل يقبع تعالي نكتبها كده مع بعض اهي there are flowers in the garden there are flowers in the garden i play sport in the park there are flowers in the garden very good thank you so much okay yallah نشوف busy b عاز منينا ايه number six hello busy b hello بتقول circle the old sound sound يعني صوت خلي بالكم هنتكلم هنا عن الكلمة المختلفة من خلال ايه sound sound يعني الصوت بتاعها مش المعنى احنا خذنا في فيديو قبل كده الكلمة المختلفة في معناها لكن هنا في كلمة صوتها يختلف عن باقي الكلمات تمام فنحط ايه دايرة حوالين الكلمة ذات الصوت المختلف تعالوا انا هقولكم الكلمات ارهم وقولولي انتو فين المختلفة يلا كده بصو park car trash arm لحظت فين كلمة المختلفة bravo عليكم اللي هي كلمة trash لانو كلهم فيهم السوط ايه r r r دي ما فيه هاش r اسمعوا كده park car arm trash مختلف دعال نشوف number two اسمعوا كده forty shorts horse flower yes very good طبعا الكلمة المختلفة flower كلهم فيهم الصوت ايه or 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 كده forty shorts horse flower okay دعال نشوف دي كده parent garden farm jar اولهم تاني اولهم تاني parent garden farm jar مين يلا عبد الرحمن مين كلمة المختلفة يلا يا مونة يلا يا سوها برافو عليكم excellent كلمة parent thank you so much فبكده احنا خلصنا التمارين activities اللي على الاصوات اللي هي or او ايه تاني or وخدنا read and order وخدنا circle the old sound اللي هو الصوت المختلف في ايه مجموعة الكلمات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وده هتلاقوه موجود عنديكم من الصفحة اللي احنا قلنا عليها ايه الصفحة تمانية لغاية 11 في الكتاب بتاع المدرسة thank you so much for watching i hope to see you next time اتمنى اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله وتابعونا وحاولوا تتفرجوا على الفيديو مش على الفيلم على الفيديو من اول الاخر bye bye thank you so much اشتركوا في القناة شكرا